نبدأ من فقرة المواضيع الأكثر تداولاً على المواقع الاجتماعية نبدأ عندنا مجموعة من الصور التي تحمل دائماً نقول تحمل حكمة أو معنى أو مغزى من نشر هذه الصور نبدأ مع الصورة الأولى قبل كم يوم نشرنا صورة لبهو الناصرية في أثناء تشييدة أو في بداية تشييدة في الستينات وتساعلنا في وقتها أنه كيف يبدو بهو الناصرية حالياً تم أرسال أن صورة البهو حالياً شكراً لأصدقائنا الذين أرسلوا و راحوا و التقطوا صورة لبهو الناصرية في 2013 صورة حديثة جداً له يعني باقي هو نفسه جميل جداً الصورة الثانية نحاول نشرحها هي الصورة نزلت تحت عنوان بصدقتك تنقذ فقيراً من الهلاك أنه كل ما يخلي أكو يعني لو نشوف أنه هناك بهذا الصندوق اللي هو مثل صندوق الواحد التوفير تضع النقود اللي هي الخردة ولما يمتلئ يعني الشخص الموجود أسفل يعني الشاشة إذا كان واضح يعني النقود من الغرق حتى نقول أنه الفقير تم إنقاذه إحنا عندنا مشكلة بالعراق أنه ما عندنا خردة يعني هي ما تفيدنا أكيد أنه هي العملة فما يسأل أن نخليها بهذا النالي بيومي لماذا نقول أننا ضيد خردة على المود إحنا ندخرها للفقراء للفقراء خاصة الملو خاصة الناس اللي عندهم طيب الصورة الثالثة صورة رائعة جداً يعني معبرة جداً أنه طفل فقير لكن رغم هذا هو يشارك طعامه مع الكلب شاف أيضاً جاء حتى الكلب هم يعني تشوفونه أليف جداً معه ويعني إجا يشارك طعامه رائعة جداً تحمل معنى كبير للي يفهم المعاني خاصة اللي اللي شبعانين أي بالضبط هو الترى الجوعان يحس بالجوعان فهذا الطفل حس بجوع صورة رابعة وصلت من صديقنا عمار الهيتة على الفيسبوك صورة نادرة لشاعر العراق الكبير معروفة الرصافة في عام 1924 وهو يلقي بقصيدة للناس وأمام الناس شيء رائع حالياً الشعارة لا تفكر نفسهم بمهرجانات وإذا كانوا حجاية زايدة يرحلون صورة الخامسة أيضاً رائعة جداً طفلة رايحة للمدرسة تعرفون أنه يعني كثيراً الأطفال يأخذون إياهم الماء وإياهم فشافت اثنين يعني محتاجين الماء وماعدهم الماء فهي فرغت من قنينتها الخاصة بيها أو مضطارتها إلى قنينة هذا الرجل الكبير وزوجته صورة رائعة جداً أنه واحد يتشارك اللي عنده مع الآخرين وما الآخرين ليس صحيح؟ يا رأيت أنه اللي يشاهدون خاصة اللي هم معانيين أنه يشاركون أخوانهم أبنائهم اللي هم مواطنين من نفس البلد في هذه المأساة اللي نعيشها هالأيام يعني هوي أذينهم اليوم هوي بسامير أيضاً من ضمن المواضيع اللي انتشرت في هذه الأيام الموضوع الانتشار هو جوجل تحتفي بالضحك على يوتيوب أول أسبوع للكوميديا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعني ما عرف الله حتى واحد أنقوه رحش بالبوضوع الناس تقدر الضحك شوف شقد هو مفردة سهلة لكن جوجل عرفت الضحك من أساسيات الحياة شوف احنا مختفي عندنا هذا شيء ركن من أركان أساسيات الحياة نحن متعدنا يعني الموضوع هي التمسابة تساعد على تنشيط أكتر من ماتين خليف الدماغ فأكيد أنه تساعد هي على الحياة فبالتالي انه الضحك كلش مهم للإنسان ولحياة أيضاً فخلينا نهتم بي مثل ما أنه باقي الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهتمين بالضحكة وسووا أسبوع للضحك وأسبوع الكوميديا هذه الكوميديا هي ركيزة مهمة في الدراما التلفزيونية وحتى كل مشاهد الحياة فهذه هي أيضاً خطوة إيجابية لكل الشباب الذين عدوا مواهب كوميديا حتى ينشروها على المواقع التي هي خاصة في اليوتيوب حتى أنه بل كي نستطيع نكتشف أو هم اليوتيوب يكتشفوا مواهب جديدة للكوميديا حتى تساعد على الابتسامة لكل المواطنين الذين يحتاجون هذه الابتسامة في هذه الأيام حتى نركز على الموضوع من 19 إلى 25 يعني 25 يعني بقى لنا كم يوم أيضاً نقدر نشارك به فأي شاب عنده هذه المقدرة أو هذا الفن يستطيع أن يدخل على اليوتيوب ويكون ضمن هذا المنتدى الذي أسسيته اليوتيوب وشركة جوجل حتى تخلي هذا أسبوع أو أول أسبوع جاي نشوف فيانا هذه اللقطات كل واحد يعني من بيوتهم هم الناس هم يصورون ويرسلون هذا هو أسبوع الكوميديا كوميديا الساخرة فكل واحد عنده فد موقف ونحن يوم أكثرها المواقف لا يوجد داعي نحك بيها احنا حياتنا عبارة عن كوميديا ساخرة فما من الممكن أن نصورها ونوثقها ونسألها اليوتيوب حتى نشارك العالم بما هم يحتفلون به وفعلا أنه في هذه الأيام أنه محتاجين لي الضحكة محتاجين للكوميديا لأنه نعيش أيام صعبة ونمر في محن صعبة فبالتالي دعي نبتسم دعي نظر على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماع حتى أبتسم ونزرع الابتسامة في كل الناس الذين يشاهدونه والناس الذين تشاركها تنزل شيء على اليوتيوب يا ريت أنه تسوينا مشاركة على صفحتنا بالفيسبوك حتى إحنا نشوفها وأيضا ننشرها ونقول أنه العراق ساهم في أسبوع الكوميديا الساخرة يعني ضمن الحملة اللي أطلقتها جوجل ويوتيوب ويوتيوب ترجمة نانسي قنقر